صوته واختيار الرئيس المقبل للجزائر الصور تسرنا من مدرسة عمر حيدة بدالي براهيم بالجزائر العاصمة لأداء الوزير الأول سيد ندير العرباوي لواجبه الانتخابي كما نتابع في هذه الصور المباشرة نعم سيد أحمد وكنا قد تحدثنا قبل قليل بأن التصويت هو حق ويتم بطريقة سرية وشخصية وهذه هي العملية التي ستكرر تقريبا بنسبة لكل المواطنين عند إدلائهم بصوتهم الانتخابي إذن بعد رئيسي المحكمة الدستورية السيد عمر بالحاجة والوزير الأول سيد ندير العرباوي يقوم بواجبه الانتخابي لاختيار رئيس جديد للجمهورية نعم والأكيد بأننا نتابع بأن كل الإمكانيات مسخرة سواء كانت بشرية أو تقنية كنا نتحدث أستاذ عمر على هذه النقطة خاصة وأظن بأن هذه الصور تؤكد ما كنت أقوله قبل قليل بأنه يتم إدراج عنصر الشباب في تأطير هذه العملية الانتخابية والنقطة التي أيضا التي تحدث عنها السيد رئيس السلطة سيد محمد شرفي كيف ترى أستاذ أننا حتى الشباب يصف فقط في المشاركة السياسية أيضا بممارسة حق الدستوري كمواطن لانتخاب رئيس الجمهورية للفترة القادمة